موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم الطلبة الكرام في المحاضرات السابقة تحدثنا عن الفولتج ريقوليتر ودخلنا في الانتغريتد سيركيت فولتج ريقوليتر عرفنا خاصية بهذا الانتغريتد سيركيت فولتج ريقوليتر الخاصية هذه أنه إلى حد معين من التيار ايموربي أوكي تيار ثابت ينطي نحن سجع نتعامل مع تيارات خلوا بالكم ليس مع فولتيات إلى حد معين من التيار يتعامل بي ينطي يطلع آوتبوت هذا التيار مثلاً على سبيل المثال الايسيات اللي من النوع اللي سبعة ثمانية اكس اكس يعني من عائلة سبعة ثمانية أقصى تيار تنطي وتثبت يعني تتعاملوا إياه هو واحد إلى واحد بوينت ثلاثة امبير إذا زاد التيار عن هذا الحد فالفولتج ريقوليتر هاي الاي سي هذا المربع السيركيت الداخلية ما لت هذه الموضوع ذكرناه يمكن في المحاضرة السابقة أو ما ذكرناه أنه الفولتج ريقوليتر السابق اللي كنا نحكي به في بداية الفصل كنا نستخدم به كرنت لميتر حتى أنه خاف أكو تيار عالي ممكن أن يحرق السيركيت فنستخدم كرنت لميتر أما الاي سي اللي من نوع سبعة ثمانية من النوع سبعة تسعة وغيرها من الأنواع الاي سيات ما ريقوليتر السيركيت الداخلية ما تتحتوي على كرنت لميتر داخلي فبالتالي إذا كان هناك أوبرلود حراري طبعا التيار العالي المفرط رح يولد أوبرلود حراري فبالتالي هذا الريقوليتر رح يطفي نفسه يعني وكأنما أكو نوع من الحماية بروتكشن يكون سيركيت للحماية إنه إذا وصل التيار إلى فت قيمة معينة عالية يمكن أن تحرق الترانزيسترات وتحرق السيركيت فشي سوي يطفي نفسه الريقوليتر هذا بالتالي إنه أنا ما أقدر أحصل من الريقوليتر خصوصا من عائلة سبعة ثمانية XX ما أقدر أحصل التيار أعلى من 1 إلى 1.3 أمبير لأن فوق هذا التيار معناها إنه رح يصير أوبرلود حراري ومعناها الريقوليتر يطفي نفسه زيان في التطبيقات اللي يحتاج إلى هذا المقدار من التيار أوكي ما عدي مشكلة لكن أكو تطبيقات أحتاج إلى تيار أعلى من هذا التيار أعلى من الواحد أو الواحد بوينت ثلاثة فبالتالي أنا أحتاج إلى تيار أعلى حتى أنه أستخدم تيار أو حتى أقدر أتعامل مع تيار أعلى نستخدم سيركت خارجية هذي السيركت رح نسميه External Pass Transistor السيركت هذي موضحة هي مثل هذا بالمربع الأخضر تتكون من ترانزيستر نسميه Transistor External الترانزيستر الخارجي مع مربوط مع مقاومة External هذي السيركت رح تخليني من الممكن أنه أتجاوز الحد الأعلى للتيار اللي يتعامل بـ Regulator وأقدر أنه أتعامل مع تيارات أعلى طبعا بغض النظر عن التيار اللي طلع إليه لـ Regulator هذي المقاومة الـ R External هنا هي وظيفتها اللي يتحدد مقدار التيار اللي أنا أقدر أتعاملويا أو أقدر أنه أتجاوز يعني مقدار التيار اللي أقدر أتجاوز بيه التيار اللي الـ 1 أمبير أو الـ 1.3 أمبير مع الـ Regulator ليش؟ لأن هذه المقاومة الـ R External هي اللي يتحدد فولتية الـ Base to Emitter مع الترانزيستر الـ External بما أنه هي مربوطة وكأنما على التوازي مع الـ VBE هاي هنا الـ VBE ففولتية الـ R External هي نفسها فولتية الـ Base to Emitter وبالتالي هنا رح تتحكم متى هذا الترانزيستر يصير On ومتى هذا الترانزيستر يصير Off في حالة إذا كان التيار يعني المار من خلال الـ Regulator أقل من التيار الماكس اللي يتعامل وياه Regulator في هذه الحالة إحنا عندنا الـ Regulator اللي هو من نوع 7.8XX فالتيار IMAX يتراوح من 1 إلى 1.3 أمبير إذا كان التيار المار خلال اللود طبعا أقل من هذا الرينج أقل من هذا التيار الماكس فبالتالي هنا الفولتية اللي رح تكون طبعا يمر طبعا ويطلع من Regulator ويمر عبر R External هنا هذا التيار يولد رح يولد فولتية على المقاومة External هاي الفولتية تكون أقل من 0.7 Volt اللي هي الفولتية ما لل Base و أمتر ما لل External Transistor يعني احنا قلنا هنا R External هي الفولتية هي نفس فولتية Base To Emitter احنا نعرف ان فولتية Base To Emitter حتى ان الترانزيستر يشتغل فلازم تكون بفولتية Base To Emitter أكبر من 0.7 Volt بالتالي الفولتية اللي موجودة على المقاومة هي نفس فولتية Base To Emitter فالتيار هذا اذا اقل من 0.7 volt وهذه بالتالي رح تولد فولتية على Base To Emitter اقل من 0.7 volt لذلك ترانزيستر رح يكون طافي وتشتغل الدائرة بشكل طبيعي كترانزيستر IC طبيعي لكن في حالة اذا كان التيار المار من خلال اللود اكبر من تيار الماكس يعني اكبر من 1 أمبير خلني نقول 3 أمبير هناني هذا التيار رح يولد فولتية على المقامة الاكسترنال اكبر من 0.7 volt هذي الفولتية هي نفسها اللي رح تكون فولتية Base To Emitter اذا كانت فولتية Base To Emitter اكبر من 7 volt هذا معناه الترانزيستر هذا الاكسترنال رح يكون ON ال-ON مع الترانزيستر يعني رح يكون اكو Connection بين ال-Emitter وال-Collector فمعناه يكون Silk يعني هو Switch Closed Switch يعني يكون Silk سالك ويقدر يمشي بي التيار يا التيار التيار الزايد انا هناني تيار اللي اطلع من ال-Regulator هو ما عندي غيره هو تيار ال-Regulator الماكس اللي هو 1 امبير او 1.3 امبير ما زاد عن ذلك طبعا التيار هناني تيار اللود اكبر من تيار الماكس فينقسم قسمين القسم الاول هو التيار اللي يسمح بي Regulator اللي هو الماكس اللي هو 1 او 1.3 امبير هذا ال-1 او 1.3 امبير هذا رح يولد لفولتية على ال-External Rezister اكبر من 0.7 لذلك رح تشغل لترانزيستر ازاي يتبقى من ال-1 احنا هذا التيار ماللود عزلنا من 1 امبير راح على Regulator الزايد من عند ما نفرض هنا هو تيار اللود هو 3 امبير ف 1 امبير راح و فتح لي المقاومة و صعد لي فولتية والفتح عندي transistor الزايد من 3 امبير هنا 2 امبير بقا هذان ال-2 امبير راح يتوجهن من خلال هذا اللينك الخارجي ولذلك احنا راح نسميه تيار ال-external اي التيار الخارجي اللي هو الزايد من 3 امبير اللي واحد من هاي الامبير دخل من Regulator والثنين البقية تجهن عبر ال-external وعبر الترانزيستر ال-external لان هنا لينك اكو connection صار بين collector وال-ameter فهن تتعامل مع تيار اكبر من التيار اللي يتعامل بي ال-external او عفوا ال-regulator ال-IC الطبيعي من عائلة 78XX هنا قدرت تتعامل مع تيار مقدار 3 امبير 4 امبير 5 امبير هذا اكبر من التيار اللي بس مجرد ال-IC انه اتعامل وياه راح يطلع لي 1 امبير ولذلك احنا نسميه هنان configuration كلمة configuration شباب معناها انه موجود اكو فد اه system او فد circuit هي قلب النظام او قلب ال-circuit قد تكون مكون ال-Electronic قد تكون IC وياها مكونات خارجية فال-IC هذا بوحدة اللي هو 78XX الوحدة يطلع لي 1 امبير اقدر استخدم معانا كفضل تجري قل امبير كلش طبيعي بس يطلع لي 1 امبير بس اذا ربطنا ويا external transistor مع external resistor فهنا انا رحي هو هم اقدر اسمي انا voltage regulator كلش طبيعي هم هم هلني مرتبطات بس انا external خارج ال-IC رح يصير ال فاقدر بالتالي هنان اتعامل مع تيارات اعلى من التيار اللي يتعامل ويا ال-IC regulator نفسه هنا قيمة ال-R external يمكن تحديدها بهذه المعادلة اللي تقول ال-R external تساوي point 7 volt فولتيتها على تيار ال-I max لاحظ هنان تيار ال-I max هو التيار المار من خلال ال-regulator فقط من خلال ال-IC regulator وليس تيار ال-ex external او تيار اللود فهي تيار ال-Max اللي هو اللي اقصى تيار يقدر يتعامل ويا ال-IC regulator نفسه خلينا اخذ هذا المثال المثال يقول what must be the minimum power rating for the external pass transistor used with 7,824 regulator هذا رقم ال-IC in a circuit such as that shown in figure هذا الفقر اللي موجود the input voltage is 30 volts 30 volt and the load resistance is 10 ohm the maximum internal current is to be 700 mAh assume that there is no heat sink for this calculation keep in mind that the use of the heat sink increase the effective power rating of the transistor and you can use a lower rating transistor حس بعدين نحتي بهذا الحاج حس الشي يريد يريد ال- power rating with the external pass transistor VOUT RL VOUT 24 VOLT منين اجت 24 VOUT 24 VOUT 10 ohm 2.4 التيار المار هنان اللي هو تيار اللود لاحظ انه انا التيار الماكس هو عندي 700 ملي امبير وقال لي قال لي the maximum internal current التيار الماكس المار بهذا الاي سي هو 700 ملي امبير لكن تيار اللود عندي 2.4 امبير فزايد كله وين رح يتجه رح يتجه على الاكسترنال لذلك تيار الاكسترنال هو تيار اللود ناقص تيار الماكس وهو 0.4 امبير ناقص 0.7 امبير اللي هي 700 ملي امبير اذا تيار الاكسترنال هو 1.7 امبير اذا الpower dissipation ما للأكسترنال transistor مثل ما قلنا هي تيار الاكسترنال في الفولتية المتولدة الفولتية المتولدة هي VN ناقص Vout اكيد يعني Vout اللي هي فولتية based collector و VN هو فولتية هذا الطرف فهي بهذه المعادلة اذا رح تطلع الpower dissipation ما للترانزيستر الاكسترنال هي 10.2 واط فهو قايل فور سيفتي مرجن لحتى اكو هامش من الامان اختار الترانزيستر الpower rating مالت 15 واط السيركيت السابقة هذي السيركيت اللي قلنا احنا كان سابقا انه ال IC regulator نتعامل مع تيار ماكس حده 1 امبير 1.3 امبير بالميت فحتى نتعامل مع تيارات اعلى اضطرنا انه نستخدم اكسترنال ترانزيستر مثل ما واضحة بهذه السيركيت لكن هنا اكو سلبية بهذا الموضوع السلبية شنو السلبية انه احيانا اه التيارات قد تكون عالية جدا اقصى يعني اه تكون اه يعني اه تصل الى قيمة ما يتحملها ال регوليتر او ما يتحملها اصلا الترانزيستر الاكسترنال هذا هو الترانزيستر همي انه يعني سيركيت وهما انه يصير بيه لود حراري عفوا اوفرلود حراري فاذا امر بيه تيار عالي جدا هما معناها انه ترانزيستر راح يحترق او راح يعني انه يصير خلل بالسيركيت لذلك نحتاج الى حماية الترانزيستر الاكسترنال من الاوفرلود الحراري ومن التيارات العالية جدا شلون بيوضع ترانزيستر اخر نسميه الريمتر الي هو الريمتر طبعا هذا الترانزيستر يجي ايضا مرفق بالتوازي مع مقاومة هي مقاومة الليمتر هنا لاحظ انه الترانزيستر الاكسترنال خارجي ويا مقاومة الاكسترنال وقلنا مقاومة الاكسترنال متى ما إذا اتجاوزت الـ 0.7V اللي عليها فبالتالي هنان رح يصير الترانزيستر الـ Q External ON لكن ما دام دخلت عندي في الحساب هو هذا الترانزيستر هاي السيركت الأخرى اللي وياها مقاومة لمتر إذن فهنان فولتية الـ Base 2 امتر مع الترانزيستر الأكسترنال هنا ما رح تكون متحكم أو ما رح تكون محددة فقط بالفولتية مع المقاومة الأكسترنال لا رح تكون هي فولتية المقاومة الأكسترنال ناقص فولتية المقاومة اللي متر ليش لأن هنه متعاكسات بالأقطاب فحتى يكون حتى يشتغل هذا الترانزيستر حتى يشتغل وحتى يمرر التيار زايد يمرره لازم أنه فولتية الـ R External تتجاوز فولتية اللي متر بـ 0.7V حتى يشغل الترانزيستر فإذا كان أنه التيار اللي مار مثلاً باللود هو تيار طبيعي طبيعي جاي أقول يعني أنه ما يحرق الترانزيستر يعني مو طبيعي بالنسبة للـ ICMAR Regulator لا طبيعي ماكس احنا نحكي عن تيار اللود عفوا احنا ما نحكي عن تيار الماكس احنا نحكي عن تيار اللود فأوكي الموضوع طبيعي تيار اللود عندي هنانه هذا تيار اللود جزء من عندي اللي يسمح بيه الـ IC Regulator فات من خلال الـ Regulator وسميناه تيار الـ Internal الداخلي وهذا التيار الـ Internal شغل هنانا فولتية سوى فولتية على المقاومة الإكسترنال أكبر من 0.7V واتجاوزت هنانا طبعاً الفولتية بما أنه هذا الجزء من التيار اللود اللي يسميناه الـ External بما أنه هذا الجزء فات مننا من هذا الـ External Link فهنانا هذا الجزء من التيار اللي يسميناه تيار اكسترنال إذا كان أقل من الحد الأقصى لتحمل الترانزيستر الأكسترنال فهذا التيار ما رح يولد لي مقاومة الليمتر عالية رح تكون مقاومة الليمتر هي أقل من 0.7V جيد مقاومة الآن في التيار الأكسترنال لي رح يولد فولتية على المقاومة الليمتر مقدارها 0.7V رح يولد أقل من 0.7V وتيار ماكس هنانا اللي فات عندي هو مادام هو تيار ماكس هنانا هذا التيار اللي قيمته 1 امبير او 1.3 امبير او حوالي هيتشي هذا رح يولد فولتية مقدارها اكبر من 7.7 فولت على الاكستيرنال وبما انه قلنا انه فولتية البيست امتر هي فولتية الاكستيرنال ناقص فولتية الامتر فهنانا معناها انه الفولتية هنان رح تتجاوز او تساوي او تتجاوز ال 0.7 فولت لذلك الترانزيستر الاكستيرنال هنانا رح يكون on وتمشي الدائرة طبيعي سير كالطبيعي مثل ما هسه شفناه قبل قليل يعني انه هذا تيار اللوت جزء من عنده يدخل عبر ال регوليتر وجزء من عنده يروح عبر الاكستيرنال طبيعي الموضوع لان التيار لا زال صح هو تيار اعلى من تحمل ال регوليتر لكن الاكستيرنال الجزء الاكستيرنال من عنده لا زال ضمن حدود اللي يقدر يتعاملوا يها الاكستيرنال زيان اذا صارت عندي الحالة انه صار عندي تيار مفرط شنو التيار المفرط تيار اللوت مفرط شلون اذا صار اللوت شورت صار شورت باللوت فهذا معناه انه التيار رح نسميه تيار مفرط هذا تيار المفرط جزء من عنده اوكي طبعا ال регوليتر هنانه بما انه هو بي بروتكشن داخلية فما يسمح باي تيار اعلى من التيار اللي هو محددة ماكس مالتي عسى ما جبت لهنا الف امبير هو ما يدخل الا واحد امبير اهنانه هذا التيار الواحد امبير اوكي رح يشغل مقاومة الاكستيرنال رح يرفع فولتيتها الى اكبر من بوينت 7 فولت لكن هنانه رح يمر بالاكستيرنال بالاكستيرنال لينك بهذا المسار رح يمر تيار عالي جدا هذا التيار مفرط لانصار باللوت شورت هذا التيار رح شي سوي اوكي هو رح يمر بالترانزستير لكن رح شي سوي رح يرفع فولتيت المقاومة الليميتر الى اكبر من بوينت 7 فولت هذه الفولتية مع المقاومة الليميتر لانه هو تيار عالي فرفع فولتية المقاومة الليميتر هذه فولتية الليميتر هي نفسها فولتية البيست واميتر مع الترانزستير الليميتر فهذه الفولتية من تعدت البوينت 7 فولت فهنانه الترانزستير صار اون ترانزستير الليميتر صار اون من صار اون هنانه سوى هذي رح يسوى هذي ترانزيستر من صار اون هنانه رح يسحب تيار رح يسحب تيار من خلال هذي يعني هنان هذا الترانزيستر صار اون صار connection بين collector والممتر بي هذا الconnection هذا الconnection رح يوجه التيار بعيدا عن الترانزيستر الاكستيرنال من يسحبه بعد ما رح يستقبله منه رح يسحبه من خلال ICMAR Regulator وبما انه ICMAR Regulator لا يسمح بمرور تيار اعلى من Max Malte فهذا التيار المفرط من رح يمر بالICMAR Regulator هنا ال Regulator رح يصير بoverload حراري وبالتالي رح يطف نفسه ليش لان جاء ينسحب تيار عالي جدا اكثر من تحمله هو بيسيركت داخلية تحميل ال Regulator اذا زاد التيار عن يعني عن قيمة معينة اللي هو الايماكس فهنانا ال Regulator رح يطف وبالتالي تطفى السيركت وبالتالي حمينا السيركت من ال Excessive اللي هو التيار المفرط من خلال انه عمل ال Transistor Limiter ليش هنا ال Transistor Limiter رح يوجه التيار بعيدا عن ال Transistor External هنا اوكي صح ال External بالبداية فات بالتيار العالي بس للاحظات بس رفع فولتية المقاومة المتر من هنا صار ال Transistor Limiter فبالتالي هذا التيار هنانا اللي هو جزء من تيار اللود رح معظمة ينسحب من خلال الترانزيستر من خلال هذا المسار من خلال ال IC Regulator وال IC Regulator رح يشوف هاي الهجمة من التيار رح يطف نفسه وبالتالي تفصل السيركت وبالتالي هنا صارت حماية للسيركت ولذلك يسمى هذا ال Configuration بالCurrent Limiter